دكتورة دليلة إيه المبنى اللي انت دخلتيه سواء في مصر أو في خارج مصر وبغض النظر يعني انت كنت دخلاه مش بسبب مش مش شغل يعني كنت دخلاه في زيارة وانبهرتي به سواء كان مظهر سياحي أو أسري أو حتى بيت ايه المكان اللي دخلتيه وافتكرتي انه يعني انه المعمار ده شيء عظيم يعني انا هقولك على تجربة تجربتين الحقيقة طبعا انا خلاص انا قلتلك تانا بحب الموسيقى فبالذات مثلا في الهارموني بتاعت برلين اللي عملها هانز شارون تخشي يعني تلاقي البابنا كله بيلعب معاكي مزيكة فهانز شارون برضو من المعماريين اللي اشتغلوا في الاربعينات والخمسينات وعملوا عمارة مبهرة بعدها في باريس في مبنى جديد برضو اسمه في الهارموني باريس عاملوا جون نوفال وده من المهندسين اللي لسه معصرين حاليا والمبنى ده يمكن بقالوا خمس ست سنين بس فتوتح برضو مبهر يعني مبهر ازاي بتشوفي سيمفونية موسيقية وحركة في المكان الناس دي موقفتش عند النمط بتاع القديم بتاع الأوبرا بتاع ميلانو مثلا اللي احنا استعرناها أيام الخديوي اسماعيل في الأوبرا عندنا في مصر يعني احنا لما نيجي نبني أوبرا النهاردة المفروض نشوف التجارب الجديدة بس اليابانيين يعني الأوبرا القديمة كانت ريبليكة تقريبا أو نسخة من الأوبرا ميلانو نفس الشكلة وشوفنا الصور إنما اليابانيين لما عملوا الأوبرا هنا عملوها بطراز مختلف عملوها مختلفة جدا مختلفة جدا طبعا وبسيطة جدا وكمان في تعبير عن العمارة المصرية يعني برضو تأثروا بعمارتنا بتاعة البواكي والبساطة في التكوين طبعا أنت عارفة الأوبرا دي مضافة أضافها وقتها وزير الثقافة عبد الحميد ردوان الله يرحمه يعني هو طلب إن يبقى فيه أوبرا فهما أضافوها بس أضافوها الحياة بشياك هما اليابانيين كانوا عامين مدن الأوبرا ده بدون الدوم دي أعتقد إنها كانت مربع بس يعني مش يعني التكوينات مربع فهو يعني كان رأيه إنها اقترح إنها تبقى دوم دي معلوماتي اللي سمعناها وقتها يعني دكتورة دليلة الحقيقة يعني حصولك على جائزة الدولة التقديرية بتأكيد تكليل مشوارك بس لو سألتك تهدي الجائزة القيمة دي والمقدار الكبير اللي بيتطفيها دي الجائزة تهديها المين؟ يعني أنا برضو من مبارح على فكرة ما نمتش مش مستوعبة وفكرت فكرت لوحدي في السؤال ده هو أنا خدت الجائزة دي ليه؟ يعني فكرت هو إيه اللي؟ الحقيقة كل حد ساهم في مشوار حياتي بهديله الجائزة تدقم من عائلتي من أصحابي اللي نشأت معاهم واختبرت أفكاري معاهم وقدرنا سوا أسدتي كلهم يعني سواء في المدرسة أو في الجامعة الناس اللي اتمرنت معاها الناس اللي أشرفت على رسائل بتاعتي زميلي في الجامعة أصدقاء يعني نحيانا أوبر ويلن مصر كلها مصر كلها عارضي سؤال أخير لحد قلتها دكتورة دليلة سؤال أخير له علاقة بحلم معماري تتمنيه يحصل في مصر مش بالضرورة حضرتك اللي تنفذيه بس يعني بتقولي آه لو ده يحصل إيه الحلم الحلم إن احنا نعمل تطوير ونعمل مشروعات جديدة عظيمة بس في نفس الوقت نحافظ على تراثنا طبعا سألك سؤال محرك شوية ما كانش على بالي بس إيه أوحش حاجة معمارية شفتها في مصر ألا بقى ما فيش داعي ده كتير لا لا قولي على حاجة واحدة كل ما تعدي في الطريق تقولي إيه الوحشة دي ما بلاش هتزعلي الناس من تيلي مش بالضرورة الوحشة لها علاقة بالقبح النسب لأ بالمفهوم إنه إزاي مبنى لكذا يتعامل فيه كذا لا أنا هقولك على السينز المعمارية اللي بنشوفها يعني يعني مش شرط مبنى يعني إيه الإعلانات الأحجام بتاعت الإعلانات دي اللي موجودة في كل حتة عالكباري لما الواحد حيامل حدثة وهو ماشي ليه نعمل فن عام تمثيل مشوهة يعني مثلا وعلى فكرة السوشال ميديا بتبرتري حاجات كتيرة من دي ما إحنا عندنا مثلا سيمبوزيوم أسوان بيجي لنا فنانين عالميين يعملوا نحت جميل جدا جا في وقت السيمبوزيوم ده بيصدر كل الأعمال للميادين في المحافظات وكذا ليه ما نستعملش الكلام ده إحنا عندنا فنانين كويسين جدا جدا أكيد ليه ليه نخترع أشياء مش لطيفة نحطها في الميادين الثقافة البصرية والإنسجام البصري ده حاجة بتأثر في النفس يعني أنا بجد والله صعبان علي جيلي جديد أنه يتربى في كم القبح اللي إحنا عايشين فيه يعني من إيه دي حاجة المختصين هم اللي يقرروا يعني حاجة صعبة جدا جدا على عموم حديك واخد جائزة كبيرة جدا فإنسي اللي مدايق دلوقتي من المعمار ولكي إنك تكوني فخورة وسعيدة بواحدة من أرفع الجوائز في مصر في مجالك جائزة الدولة التقديرية لدكتورة دليلة الكردوني جدارك للتبشكرة شكرة شكرا